مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت إن إنكار صلب المسيح كما ينكر وجود الشمس في السماء وأنا أرثي لحال الناس التي تنكر صلب المسيح كما قلت في الحلقة الماضية إن يسوع قال لبوتروس واحد من تلاميذه أبعد عني يا شيطان أو كما قال بولوس الرسول سماهم أعداء الصليب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فإذن المسيح مات فعلا وحقيقة واحد من تلاميذ المسيح بالسر اسمه يوسف الرامي وأنا أنذهل كشخص عشت عشت وسكنت في الأراضي المقدسة وسكنت ست سنين في القدس وانزهلت من التفاصيل الدقيقة جدا لصلب وقيامة يسوع المسيح بيتكلم عن المكان بيتكلم عن الزمان بيتكلم عن الحدث بيتكلم عن الموقع ليس فقط لتتميم النبوات ولكن فعلا حقيقة المسيح مات وإن كان البعض ما زال يشك في هذا الموضوع يوسف الرامي طلب إذن من بيلاطوس حتى ينزل جسد المسيح قبل دخول السبت وعندما أقول قبل دخول السبت فالرزنامة اليهودية بتختلف عن أي رزنامة إذا قرأنا في الكتاب المقدس أو في التقاليد اليهودية أو في التلمود إذا ساعة واحدة من اليوم كانت تحسب يوما كاملا والسبت أو دخول السبت هو يبتدئ من يوم الجمعة بعد الظهر عند المغيب ألاحظ كان موت المسيح بمعاد تقدمة ذبائح أو ذبيحة الفصح فالمسيح فصحنة وفعلا حتى نتأكد من الموضوع يوسف الرامي وواحد من تلميذ المسيح كان خفية ولكن جاء علنا اسمه نيقوديموس جاء بحنوط كثيرة وكتان ليكفنوا يسوع المسيح وعندما أقول يكفنوا جسد يسوع يختلف عن طبعا التحنيط المصري اللي كانت طريقة معقدة جدا جدا من ناحية طبية حتى يومنا هذا باستخدام المصحيق وكانوا طبعا بيخرجوا كل الأمعاء الداخلية بيحطوها في أوعية خاصة ولكن هذا موضوع آخر الكفن اليهودية هو عبارة بكل بساطة عن كتان بلفوا جسد المسيح وبيضعوا الحنوط على جسد المسيح حتى تعطي الرائحة الزكية العاطرة نحن نتذكر أن مريم أخت العازر ومريم قامت بتكفين جسد المسيح قبل موت المسيح ثم جاء نيكو ديموس معا كمية هائلة جدا من الحنوط على الأقل 30 كيلو وهذه الحنوط أحبائي بنزلوا الجسد وطبعا بالتأكيد قائد الروماني فحص أنه المسيح مات وعلى فكرة لألا نظن أنه إحنا أزكى من الناس كانت الشعوب القديمة المصرية أو الرومانية في غاية الزكاء والآيكيو تبعهم مرتفع جدا غير عنا في هذه الأيام عادة بيغسلوا الجسد وكل الأمر عم بتم بسرعة فائقة قبل طبعا دخول السب وبهذه الحالة طبعا بحطوا الكتان بلفوا جسد يسوع المسيح ثم بحطوا الحنوط وبلفوه مرة تانية وهذه الحنوط بتيبس أو بتكون طبقة من الكتان مع الحنوط تصبح قوية جدا وهذه طبعا كفية لأنه تقتل أي شخص إذا بعده مازال على قيد الحياة ثم طبعا رأس يسوع المسيح كان ملفوف بالمنديل بحسب عادات اليهود ثم أحبائي بسرعة أخذوه إلى القبر قبر جديد منحوت من الصخر في بستان وضح يعني التفاصيل الدقيقة ووضعوا الجسد وطبعا الرومان بناء على طلب اليهود جاءوا ووضعوا حجر ضخم جدا هذا الحجر حتى يغلقوا القبر وبعد إغلاق القبر وضع الختم الروماني والختم الروماني لا يكسر ومع الختم الروماني وضعوا حراس فالمسيح مات فعلا وفي صباح الأحد الباكر جاءت النساء حتى تكمل الواجبات وعم بيتساءلوا مين ممكن يدحرج الحجر غير عالمات إنه الرومان حطوا حرس وختم روماني ولكن الملاك دحرج الحجر وقام المسيح من الأموات وكما كانت رسائل الملائكة في ميلاد المسيح هكذا كانت رسائل الملائكة في قيامة المسيح ليس هو هاهنا لكنه قام ابقوا معي أحبائي سأستكمل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر